قصة جميلة جداً يا أحبائي عن كلمات التشجيع اسمها قصة أديسون الغبي العبقري منين غبي ومنين عبقري؟ أديسون ده أحبائي اللي اخترع الكهرباء وده مات سنة حاجة زي 1930 حاجة زي كده يعني ولذلك الكهرباء لها في العالم حوالي 150 سنة فقط ففي يوم أديسون هو طفل رجع من المدرسة معا جواب فبيقول لأمه إدارة المدرسة اديتني الجواب ده ماما الأم فتحت الجواب قريته فبكت بكت فأديسون بيقول لها بتبكي لي يا ماما قالت له المدرسة بعت بتقول ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته فالمدرسة ترى أن ابنك يكمل درسته في المنزل ابنك عبقري والمدرسة صغيرة عليه وعلى قدراته ولذلك عليه أن يكمل درسته من البيت يعني منازل كده يعني مرت السنوات وتوفت والدة أديسون والذي تحول إلى أكبر مخترع في تاريخ البشرية في تاريخ البشرية وفي أحد الأيام وهو يقوم بالبحث في خذانة أمه عثر على رسالة نصها كالآتي ابنك غبي جدا فمن صباح الغد المدرسة لا تقبله وكانت هي دي الرسالة يعني الرسالة اللي جي بيها أديسون وهو طفلا إن المدرسة بتقول ابنك غبي جدا والمدرسة لا تقبله من الغد فأمه الجميلة أمه الجميلة قالت له يا ابني دول كاتبين ابنك عبقري جدا والمدرسة أقل من قدراته ولذلك يكمل منازل بكى أديسون كثيرا ثم كتب في مذكراته أديسون كان طفلا غبيا ولكن بفضل والدته الرائعة تحول إلى عبقري كلمات التشجيع والرجاء كلمات التشجيع والرجاء المدرسة قالت ده غبي أمه قالت له أنت عبقري وصار عبقريا كلمات التشجيع والرجاء ترجمة نانسي قنقر